وهو باه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني زول المسلم في الحياة دي انت مش مسلم خلقوك الخلققون الله خلقني الله خلقك الله مدكد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طالما خلقك الله خلقك لي غاية وهذه الغاية هي أن تعبده سبحانه وتعالى خلقك الله الله الخالق خلقك ليه عشان تعبد وبعد تعبد وتستقيم على الدين وأثناء ما هيتم استقيم على دين الله تدعو غيرك يعني ما تقول والله أنا الله خلقني عشان أعبد خلاص كويس أنا بعبد وتعالى ما عندي شغل بأي زول لا وإنما تنشر الخير بين الناس لذلك قال الله تعالى في هذه الآيات والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير يعني الزول ما يكتفي بأنه يفعل الخير لنفسه بس وإنما يدعو غيره والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فهذه النقطة الأولى التي أريد أن أتكلم حولها وهي نقطة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر شكير رب العزة والجلال قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات فهذا من الإيمان بالله تعالى أن تأمر غيرك بالمعروف وأن تنهى غيرك عن المنكر يعني تعرفت الصلاة أو صليت ما تقول لنا صليت تاني الباقيين الدار يصلي يصلي والما دار يصلي بطريقته لا 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 تبلغ الدعوة للناس سأقول لهم يا ناس صلوا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزب الأمور قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إنت مش إنسان أي وخلقوك وجيت الدنيا أي الله قال لك إنت يوم القيامة خسران مش بشر أي إنت خسران إلا من اتصف أربعة الصفات لو اتصفت بالصفات الأربعة دي ولا قيت بها الله إنت بتربح وتفوز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنوا يعني وحدوا الله ودي النقطة الثانية دا نتكلم عنها إن عقيدتك تكون في الله يا ناس السماوات دي أسي دي راكوبة دي مش راكوبة وده صيوان الراكوبة دي شوف فيها كم عمود وفيها كم حديدة وفيها كم عود مسبتاء واحد نين ثلاثة واحد نين ثلاثة أربعة أربعة في ثلاثة بإطناشر نقص واحد حداشر حداشر عمود عشان يسبتوا دبس السما دي أكبر هو اللا الراكوبة دي ما أكبر السما فيها كم عمودة نحن شايف الله كم عمود ما فأسانا إن قلعت دي الشغالة دي ما بتقع فينا السما دي وهنا إمدانا ما لما وقعت دي المسبتة منه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض الشهادة دي ما نحن شايفين ناسي دا منو دا اسمه الطيب الطيب دا شهادة ما غيب أنا شايفه هذا الطيب دا منو محمد محمد دا شهادة أنا ما شايفه في حاجات غيب الغيب في ملائكة الغيب نحن ما شايفينه نؤمن بيهم الغيب في حاجات بتحصل بكرة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت في قيامة في نزول مطر في مخلوقات في الأرحم دي كلها أمور غيب الله قال لك بيعلم الشهادة وبيعلم الغيب إذ تما حدك الشهادة لكنه بيعلم الشهادة وبيعلم شنوه الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله قال لك وكل بك ملائكة إذ تما جايب خبر الملائكة ديل ما شمعك في جن متربص بك دارينه يأزوك الله وكل بك ملائكة يحموك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله كان دائر ينزل صاقعة لحاجة تمسكه ماف كان دائر عقرب تطقك في حجاب بيسبته ما بسوي أي شيء الله كان دائر يحجز منك رزق في تميمة بيجيب لك رزق ماف الله كان ماذا يريد ديك جنا في شيخ بيديك جنا فيها ناس ماف الشغل ديك لك كلها عند الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرقة خوفا وطمعا البرق يبرق بالليل الناس لما تشوفوا بيتخاف وبتطمع تشوف البرق فر تخد جوا اللوضة ما شفت البرق طوالي تجر تقول يمكن تقع صاقعة ولا شيء تخد جوا وفي نفس الوقت لما تشوف البرق بتطمع إنه الله ينزل شنو مطر شاية تستفيد منه في الزراعة أو في غيره هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والله الله دا عظيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله بعد الحيات دي كلها الجماعة يجادلوك تقول لهم يا ناس خلوا عقيدتكم في الله الله دا خلق السحاب وخلق البرق وخلق البشر وعالم الغيب والشهادة وهو الكبير وهو المتعال وهو العلي وهو العظيم وهو القوي وهو الغفور وهو الودود وهو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القوي وهو الجبار وهو العزيز إلى آخره يجادلوك يقول لك يا زول الله نعتقد فيه براو الله براو تقول لهم هاي براو يقول لك لا ما في حاجة تاني يعني براو كذي براو هاي براو لا يعني ما في حاجات يعني ما فيش قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق إت لو ترتب غزو الحق تدعو بدعوة الله وتدعو الناس إلى الله وتدعو الله وحده اعترت يا الله تلحقنا براو أليس الله بكاف عبده بكف يا ناس وإلا ما بكف بكف ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني كافيه يعني الله ما بحوج لي غيره الله بكفيك براو بس تناديه وتسأله وتتوكل عليه وتلجأ له سبحانه وتعالى وتفر إليه وتخضع بين يديه وتنكسر له سبحانه وتعالى قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه البناد غير الله مالون يا الله البناد غيرك لا يستجيبون لهم بشيء الله قال لك أنه ديت غيري إذا مصدق كلام الله آه مصدق الله قال لك أنه ديت غيري ما بيستجيب لك إلا زي واحد عطيان والعطيان ده واقف وقدامه بير وما عنده إناء ما عنده كورة ولا قوز ولا صحن شيل بيه والموية ولا نازل مطر من السماء وما عنده حاجة يلقيها للموية وما ضم يديه يدي ذيل ما ضم إن كذي بسط خلاه عديل اليد لو عملتها كذي ما بتشيل الموية مشيل تغيري بيه لكنه عمل كذي كذي بتشيل ما بتشيل ديتالج بتقع منك قال لك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض أسي النازمة بتكذب قل لك الله بيد دين جنة وفلان بيد دين جنة كويس الله بيعلم الغب فلان بيعلم الغب الله نحل الذه فلان نحل الذه الله برد الضال فلان بيرد الضال الله الناديه في الشدايد فلان نناديه في الشدايد الله خلق السماوات فلان خلق ش gods السماوات دي خلق الله تقدر تجيب فلان خلق سماوات زي سماوات الله الخلقه ما بتقدر ولا ضبان بارك الله فيك قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه اولياء عليك الله شوف القرآن طبعا الناس بيقولوا نحنا بننبز قول لنا اتوا يا بدجن اهي جنكن تنبزوا الناس انا ان لميت فيكم بزعمت دجنكن دي اتا قايلة دجن ولا مكشاجة زعمتك ايب يا ذول والله يقول لك اتوا انا مما اشوفكن نحنا من الضايق اخنا انا ناس ضريفين جدا انت الضايق ما لك لك بيشتموا الاولياء الشتيمة دي كيف يا ناس الشتيمة تقول فلان كتا الكتلة دي شتيمة تقول فلان دا حرامي دي شتيمة ولا كيف لكن تقول للناس نادوا الله ما تنادوا شيخ فلان دي شتيمة دي ما شتيمة تقول للناس يا ناس الله بيعلم الغب برو شيخ فلان ما بيعلم الغب دي شتيمة ما شتيمة تقول يا ناس البدي الجنة الله شيخ فلان ما بدي جنة دي شتيمة ما شتيمة دي حقيقة وليست شتيمة قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء مالون الأولياء يا الله لا يملكون لأنفسهم مش ليكتا لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى الما شايف والبصير الشايف بيستوي ما بيستوي أم هل تستوي الظلمات والنور زون ماشي فيه نور عينوا للحفرة بزيح منه عينوا للشوك بزيح منه نور واحد ماشي في ظلمة ماشي ساي قل دايوا يقع فيها أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه إيه تخذت البزرة تحافر تخذت البزرة تكفل تمشي تنوم تكفى موية وتمشي تنوم التنايم والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ينظر إلى هذه من تحت الثرى وينبتها والتنايم قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرون اتا عينك للسحاب هداك أقصادك لكن ما تقدر تنزل منه نقطة لكن الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ما تشكر الله يا أخي أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار شكي تجعل عقيتك في الله صيح زي ما قال عمنا قبل شوية قال غير الله ما يخلق ضبانا والله يتحدى الكون ويتحدى البشر قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ده كلام الله في القرآن في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له المثل داشن يا الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أنا بنادي ستة بقولي الحسن يا مكاشفي يا بورعي يا صايم ديمة ويا العباس ويا بكرون ويا فلان ويا علان الله قال لك لما انشد قل لهم أخلقوا ضبانا ما بقدروا هو كذل اللي فيكوا الضبانا اللي قبضوها ساي خليه خلقوها الضبانا دي بتنقبض جيب لك أمر قبض أمر قبض أمش لا يقرب زول تعال يا زول اتا أمر قبض بتقبضه بشر قدامك تقبضه الضبانا دي أمر قبض تقدر تقبض أكبر برادو في الدنيا وأكبر عربية سكة تقدر تلحقها ما بتقدر اتا ضعيف اتا مخلوق ضعيف لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإي يسلبهم الذباب شيئا الله ذاهر يوريك إنه غير ضعيف قال لك الضبان دا بيسلب سلب الضبان ما بيجيك بيقول لك أسمع هل غدا جاهز ممكن أقعد أكل جمك كذي دي بس لقمة لقمتين وأبقى مارك ما بيستعزنك الضبان إتا بتاخدت الصينية قبل ما تخدت الضيف بتاعك وبيجي بياكل وبيشبع وبطير وبخليك إتا وضيفك تتمحنه والله قال لك وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه كان الضبان دا شال منك حاجة ودخل جوه دا قصد خلاص ثاني ما بتقدر تمرق إذا كان حقه من ضبان ما بيقدر يمرقه إتا يجيب لك حقك يجيب لك حقك دا ما ضعيف وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الطالب البنادي غير الله ضعيف الله قال لك والمطلوب البنادو ضعيف الله قال لك وقال لك ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز دي آيات آيات تانية في سورة الأنعم قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب خمسة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دي مفاتح الغيب الساعة ونزول الغيث أسي الناس القيامة تقول لهم تين لك والله هي غاية تبتجي لكن متين ما عارفين لكن أنا مؤمن إن أبتجي وصح تقول لهم مطر لك والله إنه غييمة كذي احتمال الليلة تجي ما في حاجة يسمى العين الفلانية وما بعرف العين البكاية والطرف البكاية البكاية بتاع شنو في بيك قدر دا ما في بكاية دا كي طيب ساي ما في حاجة يسمعينه وطرفة وكذي دا كله كلام فارغ ساي الله دا كله تجي البكاية دي نقطة ما تجيب بعد شوية الناس يقولوا الموسم دا ما فيه الموسم دا والله إذا عصرنا ما فيه شي بعد شهرين فجأة تجي مطر كر ولا خاتلنا في حسابنا لأنه الله قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قنطوا يعني يئسوا من رحمة الله يقولوا ما في مطر السنة دي فجأة بس الليلة ما كذي كر كر بس ينزل للناس ما فيش الحاجة التالتة ما في الأرحم الواحد يتزوج ويقضي مع زوجته ما شاء الله أن يقضي وهو لا يدري نام بالليل صحة الصباح اغتسل وجه المسجد لكن جوابتنا الزوجة دي اللي بيحصل شنو هما عارف هزات ما عارف هما في بطنة ما عارف الله قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ده الأمر التالت الأمر الرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هي تحسب تحسب تقول يا أخو الله أنا شاء الله بكرة الصباح بمشي السوق وبجي راجع بجي بليه خدار وحاجات ودار اشتري ليه كذي ودار اعمل كذي عندك حسابات لكن هل بكرة تقدر تمش ولا ما تمش دي ما بتحرف هاي 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 انت بعد داك شنو بتعتمد على الله لكن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الحاجة الخامسة وما تدري نفس بأي أرض تموت عمرك كله تعيش في النيل الأبيض وإذا النيل الأبيض تعيش عمرك كله بس آخر أيام في حياتك تدعب تضايق يودوك العيادة يقول لا 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 دا إلا الخرطوم يودوك الخرطوم أجى لك تلقى ملك الموت واقف لك هناك وانتظرك شد يشير روحك اتخذت إنك تموت في بلدك لكن الله قدر أن تموت هناك شكذي وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها زلت القام مزارع اجي نص النهار ولا بعد انتهي من الزراعة اخذت العمود والفطور والكسرة والملاح وجيب الموه الباردة والشاي ويقعد تحت الشجرة فيما زرعته يملح الملاح والكسرة ودار يأكل تقع صفقة بعجاي وصفقة بعغادي واثنين هناك وعشرين ووك والمحل تبقى صفقة أصفر وبإجاية خدر ده الشجرة دي حقته لكن لو قال له فيها كم صفقة ما بعرفة وجنبه وما عارفة والله من فوق سبع سماوات من فوق العرش العظيم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين متاني وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين بعد قال كلام خطير جدا قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر اتوا يا ناس قال لهم لما انتجي ظلمات البر والبحر ولما انتجي المصائب ولما انتجي الكربات أل بنجيكم منه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين يا الله بس المصيبة دي نجينا منا تجيه مصيبة ولا قربة قل يا الله بس الكربة دي أمرقنا منها بس تاني ما عندنا أي مشكلة وبنمش معاق عديل تاني أو بنمش في دربك عديل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون تاني تقعوا في الشرك بالله تعالى وتشركوا بالله غيره فيا ناسا العقيدة تكون في الله صحيعة ماذا علق لك حجاب تعتقد فيه النفع والضر حجاب بتاع سكين حجاب بتاع مطوى حجاب بتاع طلق حجاب بتاع أقرب حجاب بتاع رزق حجاب بتاع محبة ده كل يخالف دين الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لو إلا هو لا حجاب لا بخرة لا محاية الله براه كفاية فلا ما كفاية كفاية براه بس بكفك تأتي تلقى القوم ديل اللي نحن بصفون إننا ناس بننبذ وبنسي وبكذب بنشتم قل لك أنتوا بتشتموا بتشتم منه قل لك الصوفية والمشايخ والأولياء والفقرة ما شتمناهم لكن قلنا ديل عبيد لله ونحن عبيد لي الله والملك الحق الوحيد أو الواحد الذي يستعق العبادة والله وحده ديل عظم البشر جول بيجي بقول لك إن ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل بيقول لك كان جاد قربة في البلد ومصيبة ما بيقول لك قل يا الله تلحقنا ما كان كويس لا بيقول لك إن ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل إسماعيل ده مدفون في اللبيض عنده قبة والقبة عنده غفير حارثة الغفير لم فيه ناس ضبحوا من اللضان للضان ضبحوا شنو؟ الغفير وجوه القبة الشيخ والشيخ ما قدر إحمي الغفير من الزولة ضبحوا فهمت الكلام؟ الغفير الجنب ما قدر يحميه يحميك إتا في آخر الدنيا غفير ضبحوا جنبه ما سوى ليش إتا يحميك ما بيحميك وألا قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يقول ليك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى الطفل كباشي هل بدي الطفل كباشي يا ناس ولا الله الله قال لله ملك السماوات والأرض شوف كلامنا ذا احنا ماذا نقول لك ولا نقطة نفسه بس بنقول لك قالوا كذي والله قال كذي بس مش كذي تمام ظريفة ولا ما ظريفة ظريفة جدا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء بعدين قسم الناس لأربعة يهبوا لمن يشاءوا إناثا ناس في الديون بنات بس بيت 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 بس ويهبوا لمن يشاءوا الذكور في ناس الديون شنو أولاد 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 زكر زكر زكرا زكرا إلى أخير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وإناثا قسمة الثالثة يديوا بيتين وولدين ثلاثة بنات وأربعة كذي ويجعل من يشاءوا شنو عقيما براوس لا ولد لا بيت يأكل باسطة برضو ما في ولد يأكل كسرة ما في ولد داك جي عان وعنده ثلاثة أولاد وده شبعان وما عنده شنو ولا جنة دا شغال بتاع طماطم وعنده سبع أولاد وداك عنده سبع عمارات ولاف في في براو ولا جنة ما يسرخ في العمارات الله قادر ولا ما قادر قال إنه عليم قدير دا الله جل وعلا ما في كباشي بدي جنة يا اكتمش ليزول قل الله أبو يا الشيخ أنا متزوج ليه سبع سنة وشوف ليه موضوع الجنة موضوع الجنة دا ما بيقدر عليهم دا حق الله بس جل وعلا ايجوا تاني يغلوا في البشر واحد يقول أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا الغيب دا قال أنا بعرفه بالتفصيل والإجمال وذاك يقول قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليه هم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر والله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون واحد ألف كتابا سماه النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية قال واحد بمشايخة اسمه عبد الرحيم المغربي عبد الرحيم علي المغربي دا من كراماته أنه كان جالسا مع بعض أصحابه شيخ فنزل شبح من السماء قاعدين بالليل في الحوش ولا بالنيار قاعدين قال في شبح رب نزل من السماء شبح رب في نص الحلقة بعدين بعد شوية الشبح تاني شنو طلع تاني الجماعة والشيخ ها في شنو فقال الشيخ دا عبد الرحيم دا هذا ملك من ملائكة الله وقعت منه هفوة الملك دا غلط لغلطة ملك فوق فوق لا في ديجيتال لا في العمار الممتاز ولا في سفة ولا صعود يقع في معصية يسوي شنو الملك الملك يعصي الله يسوي شنو كانت يحد بقوله بيتفرج ما الملك لكن الزول بقوله بيتفرج في مسلسل دردم ليه حاجة خدتها فوق ولا على حاجة شاغل له ناي لكن دا ملك فوق يعصي الله يسوي شنو يا ناس قال وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا الى ربه فقبل الله شفاعتنا فيه الملك قال وقع للشيخ في الحلقة قال لا الشيخ انا وقعت في غلط فوق الشيخ عليك الله اعتذر ليلي الله واشفع ليلي الله قال الله قال الشيخ قال لي الله يا الله عشان انا دا خليه خليه اه خلاص خليته رجعتان دا ما لعب يا ناس دي ماذا يمسسل الاطفال يا اخي في ملك بيقع في حلقة شيخ ويقول لنا وقعت في هفوة قال الله تعالى عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون تاني تجي اخي تقول وقع في الحلقة وكذي دي البيغلو في البشر واحد تاني اسم محمد والضيف الله عنده كتاب اسمه كتاب الطبقات صفحة 116 نحن بنقرأ الكتب دي هو بيمشي بجي بله وفتة بخطة الفتة اي وبسخن النوبة اي الفتة متوم حمتنا النوم الفتة مشطة حمتنا النطة اتا شفت نطة دا لسان حالو يعني بعدين ما بيقرأ نقرأ تزات مخر ما جا كان قرأ نحن والله الحمد بنمشي الكتب دي نفتحها ويمكن عند الله ما نسوش ونرجو الله يتقبلنا لكن نمشي نقرأ حتى كتب نقرأ عشان نبين للناس بطران من مناهجهم ونبين لهم انحرافهم الكتاب دا اسمه الطبقات ايه طبقات وضي يف الله صفحة 116 قال قال الشيخ جريس طبقات الاولياء على ثلاثة اقسام يا جنة ركز معا الموضوع دا مهم جدا عشان انت لما انتكبر تكشف القوم دي انا متكيف منك جدا انت قاعد صرتك دي كويسة معانا ايوه زيد الصرة جرعة زيادة تمام ايوه ايوه ابتسم ابتسم للدنيا بعدين شنو قال طبقات الاولياء على ثلاثة اقسام صغرى ووسطى وكبرى قال الاولياء كم ثلاثة اقسام صغرى ووسطى وكبرى نجر سائب تعراس ما في كلام زي ده قال فالصغرى اصغر اولياء ان يطيروا في الهواء الشيخ يطير ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات الخيب ذاته قال بتكلم به ويطير في الهواء الشيخ يكون قاعد معاك سلام عليكم الشيخ اي بعد شوية زيح منك فرر يطير كلام ده ايجي في الموية فت 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 ايجاسفة ينش في الموية قال ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات الوسطى الدرجة التانية انتبهوا يا جماعة انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم الدرجة التانية قال ان يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله قال الشيخ اسمه دفع الله ده قال وصل الدرجة التانية ده اللي هي ان الشيخ يقول للشيك كن فيكون الكلام ده يا ناس مخالف للقرآن ولا ما مخالف في شيخ بيقول للشيك كن فيكون يا خيال الله قال عن نفسي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده منو ده الله جل وعلا ده قال لك الشيخ بيصال درجة يقول للشيك كن فيكون الدرجة التالتة القطبانية يصال درجة يبقى قطب قطب ده عنده صلاحيات معينة وتصرفات وكلها روتبات لساي قال وقال الشيخ او قال الشلل ابن الشيب ابن الطالب واعلم يا ولدي ان اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم الكلام ده بناقض الدين ولما بنقض الدين بنقض القرآن ولما بنقض القرآن ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الاسماء الحسنى فيها اسم دفع الله ما فيها فيها اسم الله بس اسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المكبر الاخير والتماشي في الأسماء الحسنة فتسأل الله سبحانه وتعالى بها بهذه الأسماء الحسنة وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه وحده لا شريك له عشان كذلك النازل لما انغلوا في البشر وقالوا عنهم الكرامات المزعومة وكذبوا عنهم ورفعهم في قدرهم بيقولوا واحد يمتلوا ميت موش مات يغسلوا ويكفنوا ويشيلوا في عنقريب ويجوا أربع انفار يرفعوا في العنقريب وودوا المغابر يحفروا المطمورة ويحفروا ودى اللحد اللي هو اللحد ويجيبوا الطوب ولوخوا الطين والتراب مكوم يدخلوا جوال الشيخ يدخلوا جوالغبر ويجيبوا الطوب يرسوا ويجيبوا الطين ليسوا ما فوى لا نفس جيبوا التراب يردموا فوق ويردم 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 التراب جيبوا جركان بتاعة موة يرشوا عشان التراب ما يطير ويجيبوا دفنوا اي امشوا الخطوة اللولة التانية التالتة العاشرة يصلوا البيت الواحد دي عتر يقول لي يا الشيخ الحقنا ده دفنوا وذاتوا وذاتوا ودخلوا جوه الغبر وقلوا الحقنا وفزعنا وكان بلحقك اتا كان دخلت ويتا ما كانت تغسل وتكفن وتخدت في عنقريب تقول للشيخ طبعا اتا بتلحق وبتمشي وبتجن ان شاء الله نتلاقى في صلاة الجنازة هناك نصلي عليك انا احنا بنمش قدامك تعال ورانا الشيخ اتا تعبان شايلينه اربع انفار اتا شايلينه ليه لانه ما قادر يتحرك ولا كلامي ده كيف يا ناس هما قادر يتحرك اتا شلته ودخلته جوه القبر واتا دفنته والغريب يسوي له قبة والقبة ما بخليها فاتحة سوي له باب وسوي له ترباز وسوي له طبلة يعني ده لو حي بيكون مسجون جوه الا لما انتجي تفتح جنو المفتاح هما طبول جوه بالطبلة ويناديه وقال بيلحقه الناس ده اللي بيفهمه كيف يا ناس اتا كامل حقك ما تخلي الباب فاتح وقال لك لما خايف يجي واحد من الجماعة ديل يسوي حاجة في القبر دي اتا خايف عليه من ابديقين تاني تناديه وتخوفنا نحن بيه وقال لك بينفخك ما بتنفخ أي شي والله اللي استكترين لما تنفخ تنفخ شنو ما بتنفخ أي شي نحن معتمدين على الله ده وعقيدتنا فيه والله نصادم الجبال الرواسي لا نخشى في الله لو ما تلاقي ليه لأن اعتمادنا على الله القوي وتوكل على الحي الذي لا يموت لو قال وتوكل على الحي ذي أحياء أكتر لكن قال لي ضابط الضابط ده ما بتلاقي إلا عند الله بس وتوكل على الحي الذي لا يموت ده حي بعد عشرين سنة ثلاثين خمسين مئة سنة مئتين بيكون ماله مات ميت لكن الله بعد مئتين سنة بيكون حي وقبل مئتين سنة وقبليا بيكون حي وبعد آلاف السرين وأبد الآبدين المؤبدة الآبدين بيكون حي جل وقبلياً لا يموت أبداً وقبلياً على الله على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين الناس بالليل يحضروا الحفلات ويغنوا ويشغلوا الرادي شغلوا المسيغة ويكذبوا ويغشوا ويأخروا صلاة العشة لما نفوت نص الليل وماشي ويقرب السحر ويصلوا مداخرين وهو يقول فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ينوموا مش ناموا اي اصحوا الزان الصبح تاني ينوموا بالصبح يأخروا بعد دا اصحوا الصباح بدل يجوع ويعطش ويعزب تلقى الواحد يصحى الصباح جسمه تام ما فيش البصر كويش اليد كويس السمع كويس رجلين كويس اها وتاني القى الشاي ينوموا مفروض دا يجوعوه لانو عصى الله مفروض يصحى الصباح ما يلقى شاي ولا يش لكن القى الشاي يشربوا يمشي السوق يغش ويكذب ويحلف كاذب ويعصي الله وينظر للحرام وبرضو الله يرزقوه ما كريم زوالي عصيه عشرين سنة تلاتين اربعين خمسين سنة ستين سنة قبل ما يموت بساعات يقول لي يا الله انا عصيتك كثير اقبلني يقول لك قبلتك كريم ولا ما كريم كريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله شأن كي تلجأ الى الله وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دي دي عقيدة ينبغي ان تكون راسقة فاضل ربع ساعة للصلاة طيب قال الا الذين آمنوا اتنين وعملوا الصالحات تعمل الاعمال الصالحة ازن الازان تمشي المسجد تصلي ات رجل الله قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لك خايف من اليوم ذاك تصلي في المسجد دعم الصالح تقرأ القرآن تتدبر تمر بالآيات الفي عذاب تستعيز بالله من العذاب تمر بالآيات الفي رحمة تسأل الله من فضله وتسأل الله يدخلك في رحمته تمر بقصص الأنبياء تستفيد منها الفوائد تمر بالأحكام تطبقه تقرأ القرآن عمل صالح ماشي في الطريق تسبح سبحان الله الحمد لله لا إلهي لله الله أكبر تستغفر لا حول ولا قوة تستغفر استغفروا الله وأتوبوا إليه إلى آخره تجتهد في طاعة الله تعالى تبر الوالدين تصل الأرحام تنفق حتى لو شي بسيط جا مسكين تأكلوا لقمة يمكن الله يرحمك بها لقمة بس في الشارع لقيت أزى تزح وشوك جزاز مصيبة زحة أجر كبير أجر كبير من الله تعالى تبر الوهد تصل الأرحام تحسن إلى الخلق تتبسم في وجوه المؤمنين كل أعمال صالحة تسلم صدرك حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق عرفت الحق أي ما تسكت ما تقول لنا عرفت الحق أي شوك بيدرب وأي شات معلق من عصبته دي أمثلة بتاعت البشر لكي أنت مؤمن أي أي شوك تسعى إنها تزيل والله مش أي شوك بيدرب وتدخش بيدرب تاني لا تزيل الشوك دي تأمر بالمعروف وتنع عن المنكر وتوصي الناس بالحق أولادك تربيون على عقيدة من صغير الولد تقول لي يا جنة ما تخاف الله من الله ما في بخرات ما في محايات ما في تراب تتبرق بيو ما في حجاب تلبسه ما دع ما دع اللي قلقك كمون من العين ما في كلام زي ذا تجعل عقيدتك في الله صحيحة يا جنة كذي تكون زول تمام عقيدتك في الله صحيحة الجنة الجنة السيخاف من أي شي يا خلو سفينجة مقلوبة الناس تلقى لاوز يقولك صلح صلح السفينجة دي ما تجيب لنا كفوة يخفي سفينجة بتجيب كفوة هم صنعوا سفينجات بيجيب كفوة خليس سفينجة براء ما في كفوة يا أخ كفوة بتاع شنو دي ها الشيء هم بأي شي هاي ها الناس دي المقربين ماشيين كويس كويس هاي وقرب ها ها تمام تمام يتا ذول كويس أنا متكيف منك جدا بعدين تمشك المكرافونات دي تدي الناس دي عقيدة وتوحيد هاي وطواري ما تلا ايوه لديهم تمام فالإنسان يجعل عقيدته في الله صحيحة ويتواصى بالحق وأخيرا يتواصى بالصبر توصي الناس بالصبر ويشكروا الله ما يتدجروا وإنما يصبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أنا إن شاء الله أكتفي بهذا القدر وبعد الصلاة يأتي هؤلاء الإخوة الأفاضل إن شاء الله تعالى نحسبه فيقدمون للناس الخير والناس يخرجون من هذه المجالس بالفوائد إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم جزاكم الله خير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان